السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك خالد من كارة السعودية مركز الرئيس يا دكتور اهلا وسهلا صحيحتينا والله العظيم يا دكتور ربنا يسترك ربنا يخليك يا دكتور دلات يا دكتور حضرتك انا شغلت شركة تبع التمويل المشروعات الصغيرة هل دي يا دكتور القبض بتاعي فيه شبهة ولا ايه بالزبط بتلدو بتلدو العشرة وتقلوها 12 واللي بياخد العشرة بيشتغل بيها بيشتغلوا لو ما فيش مشروع يا دكتور ما عندوش محل ولا ايه حاجة ما بيدلهوش ايو كويس كده ما فيش مشكلة انتم شركاء لمن انشاء المشروع وليبحوكو حلال 300% وفيها دكتور بياخد تعويض فهذا بقدر الله فيه ايه ظروف طريقة عنده ولا حاجة ياخد تعويض من الشركة التعويض زي التأمين اتفق الناس اتفق الناس فيما بينهم لان اللي يجراله حاجة ياخد من الكل فلا حرمة فيه تمام الحاجة التانية دكتور برضو اخوات التانية نفس الكلام شغال برضو فبرضو نفس الكلام يعني كده لا شبهة برضو ان شاء الله البوفيه في نفس الشركة لا في شركة تانية برضو اه لا يعني انت بتسأل على حكم البوفيه في نفس الشركة اه طب ليه ما عندكش سؤال اه اه حكم المشي في الشارع اللي فيه الشركة يلا خلينا نحرم كل حاجة بقا البوفيه حرام واللي يمشي في الشارع حرام والبنوك حرام نقلع حضوبنا ونرميها ونهد المباني والمطارات كلها لانه كلها من فلوس البنوك وناس مش عارفة حاجة وبتاع جن ربنا يحفظنا طيب اخر حاجة معاليش يا دكتور خدامك خدامك ربنا يخيلك يا دكتور ربنا يبارك فيك دلوقتي انا متقدم لوحدة طبعا دكتور حكم الشارع اكتب لها ايه يا بتقول انا عندي الفرش وعندي كل حاجة وانا مش عايزة منك حاجة خالص احنا عايزين نعيش بما يرضي الله وانا رجل على قد حالي الظروف تعبانة انا اعمل ايه وحكم الايمة بتاعتها ايه وحقا الشارع ايه حقا الشارع وقات النساء صدقاتهن نحلة يعني حقا الشارع مهرها ومهرها هو مهر مثلها وموضوع عندها شقة وعندها كل حاجة ده موال تاني ملوش دعوة باللي عليك يعني ايه يعني انت ممكن تتقدم لوحدة ما عندهاش قوضة وصالة تجيب لها قوضة وصالة او قطين بمنافعهم هي عندها وكانت ام المؤمنين خديجة عندها البيت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيتها وعاش في بيتها الست اللي تبقى موسرة اليسر بتاعها سبب من اسباب الاقبال عليها هي اختريتك يبقى زي مهر المثل المثلية هنا لما نفتش في كتب الفقه والعلم ما نلاقيش المثلية في ان هي عندها بيت اللي عندها بيت بتتجوز بكام ده تقليع ومبادوي ومبادوي اللاعد هي عليها البيت وعليها كل حاجة اكتب لها بقى انت بتغلتها مليون جنيه تجي الجوازة ما تنفعش تروح في حديد انت حضرتك لطول تجي الحرية ولطول تستكن في بيتها كعروس يبقى احنا البيت ده تطوع يعني انا عندي بنتي عندها شقة متطوعة انها تتجوز واحد ما عندوش على خلق ما حصلش في التاريخ وما يتعوضش يبقى من اجل خلقه يهونه وجوده في بيتها لكن ما يكتب لهاش حاجة في نظير ان عندها شقة او عندها بيت مهر المثلي في النسابي والجمالي والتعليمي كلها مكسورة ايه يبقى اللي زيها معها لسانسيه ومتنشورة شوية وابوها بارم نص ديله والتاني ابوها بارم نص ديله بقوا مثلين وانضيف حاجة عشان ربنا يرضى عنا في شعبان ورمضان وشوال ورجب المثلية في الدين ماها ملتزمة فالملتزمة سعرها المفروض يبقى غالي اروح بقى للمقتضى وأكلم حضراتكو شوية على مقتضى يعني ايه وانا قلت وفاكر اللي قلته لكل شيء في هذه الحياة مقتضى بصوا اقول لكم على حاجة تروى دموكو يا والله على اليمين في صورة يوسف تشوفوا الآية قال اني اخوك يوسف عليه السلام بيقول لبن يمين عليه السلام قال اني ايه اخوك المقتضى بعد الكاف بتاعت اخوك قال اني اخوك فلا تبتأس مقتضى اني لي يا اخ اني عمري ما بقى بائس عيان حيدويني ده خوية خايف حيأمني مديون حيسدد عني اعرف دينك اعرف دينك اعرف دينك قرآنه قال اني انا اخوك ايوة اني انا اخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون لا اله الا الله اللي هو اخ يبتأس تعالى بقى النهارضا الجماعة المؤمنين باليوم الايامة اخوك سبب مش عيد بقى يعني مفيش عمل بالقرآن مقتضى الاخوة رفع البقسة عن الاخ مقتضى البنوة التربية والانفاق يعني ايه انت قب مقتضى ابوة حضر الجناب سعادة سعادة والدتك ايه انك تشيل بيتك مقتضى الامومة العصر والرحمة مقتضى الجيرة النفع والاحسان مقتضى الامام باليوم الاخر كلمة واحدة العمل وريني بقى عملنا ايه شوف الحمد لله ربنا سعى على لساني عملنا انا وانتم انا فاكر حديث البخاري على الشمال لما راح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشوف عثمان بن مزعون ابا السائب وهو ميت فبكاه صلى الله عليه وسلم وقال له كلمة في البخاري على الشمال والله يا ابا السائب كلنا كلنا لبسته الدنيا او لبسها الا انت كلنا دخل سيدنا محمد نفسه مع الجمهور بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لبس الدنيا ولا الدنيا لبسته لكن تواضعا تواضعا ما يقولش ايه ان الناس كلهم لبستهم الدنيا او لبسوها الا انت ابس انا كلنا حتى انت رسول الله نفسه